نعم في بغداد هناك إمامان متفونان هناك أولهما الإمام موسى بن جعفر الكاظم وهو الإمام السابع من أئمة أهل البيت الطاهرين عليهم السلام والثاني هو الإمام محمد بن علي الجواد التقي صلوات الله عليهما وهو الإمام التاسع من أئمة أهل البيت الطاهرين عليهم السلام وكما هو معلوم فإنهما قد نفيا إلى بغداد لقد كان موطنهما موطن جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله أي المدينة المنورة كل الأئمة هذا موطنهم ولكنهم كما ترون أو قسم منهم قد نفوا إلى بلاد أخرى بأمر من السلطات الحاكمة كان الحكام العباسيون بالخصوص يهتمون بأن يكون الأئمة الشرعيون بقربهم لماذا؟ حتى يكونوا تحت الملاحظة ولذلك كانوا يسيرونهم قسرا إلى حيث العاصمة لهذا تجد أن الإمامين الكاظم والجواد في بغداد حينما كانت عاصمة لدولة العباسيين فيما الإمام الهادي والعسكري عليهم السلام في سام الراء المقدسة حين كانت أيضا عاصمة للعباسيين أي من عهد المعتصم فمن تله وكذلك إمامنا الرضا عليه السلام تجدونه متفونا على بعد في مشهد في خراسان وذلك لأنها كانت قريبة من عاصمة دولة المأمون العباسي عليه لعنة الله وفي ذلك المحيط كان هؤلاء يهتمون بأن يجعلوا لئمة الأطار عليهم السلام بقربهم حتى يكونوا تحت الملاحظة خوفا منهم وكانوا يفرضون عليهم الإقامة الجبرية ثم يختمون ذلك كله بالغدر وبالاغتيال بتس السم إليهم وهذا ما حصل مع الإمامين الكاظم والجواد عليهم السلام والكاظم كان قد عاش حياته في السجون متنقلا فيما بين السجون في سجون هارون العباسي عليه لعنة الله الذي يسميه المخالفون هارون الرشيد ويطلق على الإمامين الكاظمين تغليبا فإن الأئمة كلهم وإن اختص بعضهم بألقاب معينة إلا أنهم جميعا يحملون ذات الصفات فلذلك حين نقول الإمام الصادق ليس معنى ذلك أن من تقدمه ومن لحقه من الأئمة الأطار عليهم والسلام لا يصح إطلاق هذا النعتي عليهم ولذلك أحيانا تغليبا إذا ما جاءت الرواية عن أحد من الأئمة ولم نستطع تعيينه في ذاكرتنا نقول عن أحد الصادقين عليهم السلام مثلا وإذا ما جاءت الرواية في المجامع الحديثية عن أحد هذين الإمامين الباقر أو الصادق فنقول عن أحد الصادقين أو نقول عن أحد الباقرين عليهم السلام كذلك فإنهم كلهم يحملون ذات الصفات ولذا يصح أن ينعتوا بذات النعوت